لو جانا كان نتكلم مع كابتن قصام عربي ده من يعني كان من من ناس اللي كنت بحبه قوي 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 ألعب معها فما عرفتش قيمة قصام عربي غير ما أنا جيت النادي الأهلي فأنا في نادي المنصورة يعني من ذكرات مع كابتن أسامة وانا في نادي المنصورة قبل ما جي النادي الأهلي أنا بلعب ناحة الشمال في الملعب وهو بلعب ناحة الشمال بس هم كانوا في النادي الاهلي كانوا يعني وصلوهم اللي فيه لعيب كويس اوه في نادي المنصورة سريع ومتحرك في الحتة اللي هجوميها كويس اوه بشكل كويس فالنحل الشمال يعني المنتاز فيها كابتو النصابة العربي فحبوا يغيروا مركز كابتو النصابة العربي من هاف لفت لهاف رايت عشان يبقى موجود عليها يلعب عليها امان ويبقى ملتزم بي فكانت من طريقة لابة ان كنتم متخلق كابتو النصابة العربي ده اللي ما تفرجش على قصامة العربي او اللي ما حسش بقصامة العربي هو في الملعب كان يبقى متخلق قصامة العربي ده بطيء ومش لعيب تكتيك في الملعب والناس مش حسة به لكن قصامة العربي منذ مجهول انا ما حسش به غير وانا في النادي الاهلي على المستوى الانساني اولا انا نتكلم عليه كمان المحبوب في وسط زميله العيلة نفسها عيلة عرابي اللي كابتن قامل عرابي واخوه احمد انا اصدقاء لهم اه على المستوى الشخصي محترمين جدا اه على المستوى العملي بيحب شغله قوي وبيبقى من اللي هو من النوعات اللي هو بيبقى يدي للشغل فعلا زي ما احنا بنقول تربية النادي الاهلي اللي هو بيحب شغله جدا ويحب يكون جد او في عمله ويحب الالتزام والانضباط ويعني عنده حاجات كتير قوي بامتاز بيها ان شاء الله بإذن الله ربنا يوفقك الفترة اللي جاية تبقى موجود على الصحة الرياضية ان شاء الله بشكل كويس جدا سوا في موجه التدريب او في منظومة النادي الاهلي داخل مش المنظومة الاعلامية لا عايزين نشوفه ان شاء الله في المنظومة اللي هي التدريبية والمنظومة الفنية عشان هو يستحق يستحق فعلا اللي هو يكون موجود بس هو ممكن يكون حتة العلاقات عند كابتن وصامة عرابي مش كبير او زي زي وزي يعني بقى ما انا فاحنا بنتمنى اسلوبه وصامة عرابي وشكله وصامة عرابي لازم موجود في جوانات الاهلي